وفقا لموقع Financial Times قطاع السياحة في مصر أذبت قدرته على الصمود في مواجهة الأحداث الجيوسياسية اللي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط مؤخرا الموقع قال على الرغم من التحديات الكبيرة اللي واجهها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل عدد من الخطط الاستراتيجية اللي وضعتها الدولة المصرية أنها تستهدف أكبر عدد ممكن من السياح وأنها تحفظ لقوة هذا القطاع وأنها تحقق تطور ملحوظ طبعا مصر زاخرة بأنواع السياحة المختلفة سياحة الأثار سياحة الثقافية سياحة المؤتمرات سياحة الساحل أو السياحة الترفيهية وسواحنا الممتدة سواء البحر الأحمر خليجي سويس البحر المتوسط كل ده نتكلم عنه من خلال منظومة أكيد متكاملة للسياحة المصرية إزاي توضعت الخطة للسياحة المصرية وإزاي الكوادر المختلفة العاملة في قطاع السياحة مؤهلة لاستقبال السائحين للوصول إلى الأراضي المصرية ضفنا في صباح الخير يا مصر النهاردة الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار والسياحة بالحوار الوطني برحب حضرتك صباح الخير صباح الخير فاني مقانو سعنا نتشرف سيادة النائب خلينا نتكلم مباشرة مصر فين دلوقتي من قطاع السياحة التحتية الخاصة بيها وإزاي بتستقبل السائح طبعا نازل ما في الأول عارفين أن السياحة منظومة كبيرة جدا متكاملة يعني عشان نقدر نقول أن في دولة من دول العالم بتستقطب بعدد كبير من السياح ده معناه أن الدولة كلها على بعضها أصبحت جاهزة لذلك زمان كنا بنعتمد على سياحة الأثار بس أو سياحة ثقافية زمستك تفضلت بالفعل وده كان الحقيقة يعني نظرة محدودة جدا للسياحة السياحة في العالم لها أكتر من شق السياحة المؤتمرية اللي ساتك تكلمتي عنها وسياحة حرياضية وسياحة الحقيقة الشاطئية والسواحل وما شابه ده كلم يكون موجودا في مصر قبل العشر سنوات الماضية أما الآن ولدينا مدن جديدة تستقطب سياحة عالمية بشكل واضح جدا زي مدنة العالمين اللي بقالها 34 سنين حقيقة ومهرجانها اللي بقاله 3 سنين بيستقطب سياحة أجنبية كبيرة جدا يعني أي مصر مننا بيمش في الساحة للشمال النهاردة ما كناش بنشوف أجنبي واحد النهاردة هننشوف الحقيقة ألاف الأجانب الموجودون على أرض مصر بيقضوا أجازة سياحية حقيقية سعيدة جدا في مدنة العالمين مثلا على سبيل المثال ده ما كانش موجودا فيك هذه النظرة الجديدة للسياحة المصرية وفتح أفاق دي ده بعيدا فقط عن سيناء العظيمة بما يتعلق بفكرة طويل نيوبع وشهر من الشيخ وهذه السياحة المصرية الشاطئية القديمة كواس كده كان كل تركزنا في السياحة الأول على الأهرامات على الأسر وأسوان عمرها ما ستنقطع هذا النوع من السياحة طبعا بفضل ربنا ومحابات ربنا سبحانه وتعالى المصر بهذه النخبة الكبيرة جدا من الأثار وهذه الثقافة والحضارة الكبيرة ولكن احنا بنتكلم على تخطيط جديد وقالية جديدة وجاذبة أكتر للسياح في مصر طيب بطر أيمان كلنا عارفين أن وسائل العلامة الأجنبية مش بسهولة كده تنشر حاجة حلوة عن مصر هي دايما تتصيد الأخطاء للجانب المصري والكل يعلم ذلك لما موقع زي فينانشال تايمس يقول أن مصر صمدت خلال عدد من الأحداث اللي حصلت في منطقة الشاريخ الأوسط نهاية تكون قبلة سياحية تأثير دلالة دائي نستفيد منه إزاي كمان على المستوى الدولي ونجذب بأكبر عدد منك من السياح رقم واحد زمن ستك تفضلت بالتحديد نحن دائما وابد أن ننتقد يعني كمصر تنتقد بشكل أو بآخر ويتم استهاض الأخطاء الكبيرة والأحداث الصغيرة تكبر في الوسائل الإعلام العالمية عشان تقلل من قدرة مصر على الجذب السياحي أو الإرادات المصري بشكل أو بآخر ولكن لما نلاقي فينانشال تايمس مش قادرة تقول غير الواقع ما إنت أصبحت في واقع جديد دولة تعمل في كافة المجالات دولة تقوم ببنية تحتها حقاقية لأن السياحة زي ما قلنا مرافق كمان السياحة يعني منشآت فندوقية كبيرة السياحة يعني طرق حققية يمشي فيها السياحة وميبقاش عنده إشكالية السياحة يعني منشآت سياحية تخدم على هذا النوع على هذا السياح مش بس فندوق يعيش فيه القصة أكبر من كده بكثير بالضبط في مرحلة الأخيرة وفي عشر سنوات الأخيرة للبناء أصبحنا مقدرين لده وشوف سيادتك في التقريب تهافنانشال تايمس أهم حاجة أقولك إيه الإشكاليات الكبيرة العالمية إذن العالم كل يمر بأزمات عندنا أوروبا طبعا لسه مازالت متأثرة والحد إمتى مش عارفين هتفضل متأثرة بالحرب الروسية الإقرانية العاملة ضجة كبيرة جدا من غرب أوروبا لشرقها بنتكلم على منطقة الحياة الشرق الأوسط والالتهاب الغير عادي اللي موجود في قناة السويس بالتحديد مثلا والبحر الأحمر والأزمة الكبيرة التي نمر بها وأزمة غزة وإسرائيل وأزمة غزة وإسرائيل بالفعل هي الأساس طبعا الإشكاليات الكبرى في الجنوب في السودان الإشكالية في الغرب في ليبيا مصر محاطة بعديد من الحقيقة التحديات الكبيرة الجيوسياسية ورجل بالرغم من ذلك التخطيط الجيد والإرادة السياسية الحقيقية لبناء مصر في ذل هذه الظروف فرضت نفسها أصبح هناك جذب حقيقي إزاي أستفيد من السلبية أحولها الإيجابية يعني زي التطورات والتوترات اللي موجودة حوالي أحولها لعوامل للنجاح ليا في الداخل رقم واحد ساتك أنت إرادتك السياسية إيه هل حتستجيب لهذه المؤثرات وتضمدي جراح الحقيقة الإشكاليات الموجودة في الوطن العربي حولنا بما أننا دولة عربية تحمل عبء الوطن العربي على مدر وعلى مر العصور الحقيقة فهل نستجيب لذلك ونقف محلك السر زي ما كان بيحصل في الماضي أو ننشغل بهذه التحديات ولا هناك يد تبني ويد تحمل استلاح زي ما بنقول إحنا كنا بنقول دايماً الكلام ده ونقول أن الدولة المصرية الحقيقية اللي احنا بنكلم فيه هذه المرحلة بنكلم على دولة واضحة المعالم واضحة الخطة نحن نقف جنب أشقاءنا العرب نتضامن بشكل قاطع مع أهلنا في غزة ولكن في نفس الوقت احنا قدامنا 105 مليون مواطن مصري وحوالي 20 كمان أجانب عاشينا على مصر بيأكلوا ويشربوا وبيتعالجوا ويدخلوا مدارس وجمعات الإدارة يا فندم الإدارة الجيدة تستطيع أن تحول هذه هي الإشكاليات الكبيرة لعدم التأثير وده اعتراف من Financial Times اللي هي نحن نقدر نقول أنها من أكبر لحقيقة الوسائل العلمية في العالم طب لو بصنا القطاعات السياحة المختلفة ايه أكبر قطاع بترهن عليها يعني احنا على الرغم من أن مصر دائماً بترهن على القطاع الأثار أو القطاع الأثار الفرعونية تحديداً إلا أن نسبتها في مدخول السياحة في مصر ضئيل أنا عرف أنه 10% 15% للسياحة مواطن مكده الباقي كله بيبقى سياحة شطئية هل عندنا قدرة بقى على التنوع في ده أن نحن نرفع نسبة حاجة معينة نقلل نسبة حاجة معينة يبقى فيه عندنا سياحة علاجية ننكبرها يعني كلمني عن القطاعات دي ازاي الدولة المصرية بتدير يعني معظم هذه القطاعات هنفضل دائماً وابداً منفردين بهذا النوع من السياحة ووسياحة الأثار والسياحة الثقافية بفيش شك في ده بما أننا أقدم تاريخ حضارة على وجه الكرة الأرضية سوف نظل محطة جذب حقيقية لكل من همهتم بالثقافة والأثار في الكرة الأرضية دي شيء مؤكد والحمد لله ودي نعمة من ربنا على جمهورية مصر العربية طب عندما نتحدث عن السياحة الشطئية اللي كانت كلها طول عمرها بتبقى في فصل الشتاء فقط الحقيقة شرم الشيخ والغرداء ومشابه لأن الجو هناك مناسب نحن أفضل مشتة في العالم في القصة ما في الشك ما في الشك نحن النهاردة نتكلم على منافسة حقيقية لأكبر شوات العالمين نحن امتلك ساحل شمالي قوي وحقيقي كان مطروك سنوات طويلة جدا كبيرة جدا بلا بنية تحتية بلا مرافق بلا وسائل مواصلات بلا مواني حتى لاستقبال اليخوط ومشابه النهاردة نتكلم في السياحة يخوط كبيرة جدا في دينة العالمين نتكلم في بنية تحتية وفنادق عدة نتكلم على مدينة عاملة في 3-4 سنين بتجذب حوالي النهاردة 6 مليون سائح هذه هي الخطة الحقيقة في فصل الصيف ومطارات الحقيقة بتستقبل تقرأت الشارتر على طول ما فيه الشك والمطارات هذه التكلفة الكبيرة اللي تم نحن بنجل سمرها يعني السنة دي الحمد لله أكبر من السنة اللي فاتت كانت أكبر من السنة قبلها عندنا 3 سنين من الجذب السياحي والإرادات لجمهورة مصر العربية ما كناش نحن نبيع من السحل الشمالي اللي ما كانش بيدخل دولار واحد لمصر كانت طوله عمرنا السحل الشمالي محدش مصري إحنا اللي بنصي فيه مصيف حقيقي محلي بمكلم نفسينا أما الآن هو أصبح مصيف عالمي أنا بكلم ساتك بوضوح ساتك حاول تحجز في أي فندق في السحل الشمالي مش ممكن هتلاقي مكان فاضي مش هتلاقي قوضة واحدة فاضية ده التطور وهذا هو التنوع والاستفادة من ثروات مصر وإمكانيات طيب هل عندي وضوح كامل كده للخريطة السياحية إيه الدول اللي بتحب تروح فين في مصر السحل الشمالي زي ما حضرتك بتقول أو السياحة الشاطئية مين اللي بيقبل عليها أكتر بالتالي ممكن أقدم له محفزات أو عروض إن هو يجي مزيد منهم لمصر تاني أشكر ساتك جدا هو كان إحنا استهدافنا دايما في السياحة على مدار يعني يمكن ستين سبعين سنة اللي فاتوا كنا منستهدف سياحة شرق أوروبا بالتحديد كويس كده كده كان البوتينشن بتاعنا أو هو ده السائح الأوكراني سائح شرق أوروبا سائح غرب أوروبا ما كانش بيجي لك لأسباب كتيرة جدا ما كانش بيجي لك إنه جاي من دول حقيقة غنية جدا ونظمة جدا بنيتها بتحتيقة قوية جدا ما كانش بيقدر ينزل لك بيروح إسبانيا بيروح ميوسي في إيطاليا بيروح فرنسا جنوب فرنسا بيروح هذه الدول اللي بيطلل على الشرق المتوسط من الناحية التانية وإنت أفضل شواطئ نحن شواطئنا الحمد لله أفضل بكثير جدا من حيث وطبيعتها مستوية ورملية رملية الحقيقة نعمة ما هيش سخرية وأرخص من الدول دي كلها وأرخص بكتير فأنت النهاردة قدرت تكتزب هذا النوع الجديد من السياحة قدرت تكتزب سياحة غرب أوروبا وده ما كانش موجود قبل كده أشققنا في دول الخليج عملت إيه عشان تكزب جذبته إزاي تغلبت على المنافس إزاي أولا أنت عرفت أنت عندك ثروة كبيرة جدا وعرفت إيمتها دي رقم واحد الرقم اثنين شفت احتياجات هذه الثروة قمت بطريق سحيلي كبير جدا بحوالي ألاف الكيلومترات ده تم تمهيده اتعملت بيروح تحتية حقيقية للسحل الشماني كله مش بس من انت العالمين الحقيقة يعني محطات مية وتحلية مية ومحطات صرف كل ده ما كانش موجود محطات كرابة تقدر تقدم هذا القطاع اللي يعني الحقيقة بنتكلم على يعني مش بس المرافق جودة المرافق هناك عاملة إزاي إحنا سيدتكم أكيد روحتكم كلنا من روح من واحد فخور جدا بأن عندنا على أرض مصر خلال كم سنة بسيطة جدا نقدر ننشئ مدينة بهذا الحجم المتطورة التكنولوجي والبنية التحديية الحقيقية الزكية بنتكلم على الفيف جي والفور جي موجودين لا إحنا بنتكلم على تطور الحقيقة يمكن نكلف مصر شوية إنما إراداته اللي بتيجي أضعاف 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 ما تم إنفق طيب دكتور عيمان عندنا سيحة أثرية بس في غيرنا عنده عندنا سيحة شطائية بس في غيرنا عنده بس إحنا عندنا حاجة مش موجودة في العالم كله اللي هي طريق العائلة المقدسة والطريق ده ناس كتير جدا اتكلمت أنه هم يطوروه لأن في محطات في في صعيد مصر غير ممهدة غير مؤمنة و مليون كاتب صحف يتكلم في القصة دي ومليون تقرير تلفزيوني حكا والعديد من الوثائقيات تتكلمت لغاية الوقت ليه لم تحل هذه القضية أو لم يعني توضع في حسبان خرائط السياحة لما صنع القرار طبعا بالرغم من الحقيقة يعني السيد الرئيسة فتاة السيب التحديد فأكتر من مناسبة شدة على أن لازم نحاول بقدر إن كان نخلص بسرعة شديدة من هذا المشروع القومي العالمي الكبير إلى أنه الحقيقة ما هوش بالبساطة لنسمة تصورها لأنه بيمر تقريبا بشرق مصر كلها ويوصل لحد جنوب مصر فهو الحقيقة مزار سياحي كبير جدا ومكلف قد يكون مليارات الدولارات يعني أنا قصدي ما ينفعش صحح لي أنا مش فاهم يعني هي محطات منفصلة متصلة ليه ما يبقاش التطوير في المحطات دي بس ليه أنا طور كله عشان استحال أطور كله نحن مش منطور كله نقاط دي بس أطورها النقاط الأساسية القوية التي تتتسب بمناطق جذب السياحي تستطيع أن تكون مراكز لاستقبال السياحين تم تطورها على مدار سنتين من الآن أعتقد سوف ينتهي هذا الطريق لأن النقاط الأساسية الكبيرة تم الحمد للان انتهاء منها ولكن اتصال الطريق كله على بعضه اللي ساتك بتتكلم فيه بقى مصار لعائلة المقدسة حيث أن يأتي السائح بقى السائح من كاترين لغاية من كاترين لحد يدخل القاهرة ويخش منطقة المطارية وشكرة مريم وهذا الاتصال وينزل جنوب وينزل بعد كده بقى جنوب مصر في الصعيد وما شابه هذه ألاف الكيلومترات من المحطات الجيدة تم عمل الحقيقة والانتهاء من المحطات الرئيسية الكبيرة المكلفة بها ولكن زي كاترين تحديدا زي كاترين مثلا النهاردة لو تستك روحت كاترين من حوالي 6 سنين حاجة والنهاردة كاترين حاجة تانية خالص النهاردة احنا كنا بروح كاترين نطلع الجبل نخش الدير ما كانش فيه فنادق ما كانش فيه منشآت سيحية تخدم ستا كنت هناك سواء تستراحق أو مشابه ما كانش موجود الطريق من شرم الشيخ إلى كاترين ومن كاترين لطابة لنويبع لجبل موسى ما كانش هناك أصلا هذه الطرق النهاردة انت شقيت هذه الجبال لا الانفاء كمان يسارت جدا الانفاء اللي عديها السيناء التقناة السويسية يسارت كتير قوي في عمليات الانتظار والوقت اللي كانت بتبقى موجودة لكن الكادر نفسه اللي شغال في قطاع السياحة احتياجاته وإيه وإزاي يقدر أطوره هي احتياجات طبعا احنا بنتكلم على حاجتين أساسياتين رقم واحد عشان أقدر أوصل مثلا زي هذا المشروع العظيم العملاق العالمي اللي بتكلم عليه سيادته اللي هو خاص بمسارع المقدسة اللي بتكلم عن تكليف أنا تكلمت هذا تحدي كي بالتمويل يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات فيش جهات مانحة دولية تشتغل فيه على الإطلاق محدش هيمدي إيده ويساعدك أبدا كله بإيديك احنا شفنا العشر سن فاتت انت بتبني بإيديك مفيش دولة بتمديلك إيديها بشكل قطع كل العلاقات الدولية سيد العزيز مبنية على المصالح الدولية وإنت أوروبا مجهولة باللي فيها بروسيا وأوكرانيا أمريكا بتحاول تساند إسرائيل بشكل أو بقطع فيها مجهولة أيضا إيران عاملة إزعاج جامد جدا لأمريكا ومواطئة الشرق الأوسط محدش حيبصلك في هذا الإطار وبالتالي انت اللي بتصنع بإيديك في ظل هذه المواطئات البسيطة جدا الحقيقة حاضر حديث حديث كديد قوي يشيل مصر لسنوات قادمة أمامنا أهم التحديات اللي موجودة في قطاع السياحة برضو الحقيقة هي تدريب العاملين تحديد السلوك السلوك المصريين السياحي مش سلوك المصري نحن شعب مضيف نحن شعب طيب بطبعه سلوك المصريين ونحن سلوك العاملين في المجال لا السلوك التعامل التعامل نفسه والتدريب على التعامل وليس السلوك احنا بنتكلم عن ان القطاع الكبير هذا اللي بيعمل فيه حول 2.5-3 مليون مواطن مصري ودول طبعا كلهم مبارعا أسر يعني ما هو مش فرد بطوله اللي بيشتغل ده فرد بيعوه الأسر الأسر الحقيقة احنا بنتكلم على تدريب هذه العاملين التحدي كبير جدا ده بيتم النهاردة من خلال وزارة السياحة المبادرات الرئاسية والمبادرات والتوجيه الرئاسي الخاص بتمويل هذه المشروعات يعني لما لاي المبادرة الأخيرة لأطلقتها وزارة السياحة لسه من حوالي شهر بنتقدم 50 مليار جنيه لهذا القطاع دعم حقيقي لكل من يقوم بإنشاء منشأة سياحية وكمان يبقى في الأولوية الأول مرة ما هذا هو التفكير اللي بنتكلم عليه احنا عندنا العديد من المنشآت اللي مقفولة بالفعل تم تشجيع أصحاب هذه المنشآت إذا قلت هتحولها لمنشأة سياحية بس بشرط انها تكون لم تكن يعني ما بتشتغلش في قطاع آخر عشان ما بوصش خطاعها لحساب قطاع يعني فهذه المنشآت بالفعل انت النهاردة بتتكلم على تمويل يصل إلى بحد أقصى 14 شهر بتاخد فلوسك كاملة ومليارات الجنيهات مفتوحة للمستثمر حسب حجم كل المستثمر يعني المستثمر اللي عنه هو برضو القطاع مر يعني بأزمات ما نقدرش ننكلم يعني مر برضو على مدار السنين ماضية بحالة من الركود خلينا نقول ان احنا بنعيد إحياءه مرة أخرى لكن الفكرة في ازاي هابقى مؤهلة بالشكل الكافي ان انا استقبل العدد المستهدف للسقح بتاعي وازاي اسوق لنفسي يعني احنا يمكن في أحيان كتير ما بنسوقش بالشكل الأمثل في دول ما عندهاش حاجة من اللي عندنا أو عشرنا وبتسوق لحاجة صغيرة أو يتجيب بها السياح انا ما عنديش ده إلا أنا مفتقدة في فكرة التسويق سواء التسويق الخارجي أو حتى التسويق في السياحة الداخلية او سبتك الكلمة التحديات فقلنا ان التمويل السياحي تمويل كبير جدا ويحتاج إلى أرقام ضخمة جدا اتكلمنا على تدريب العاملين التسويق السياحي أو براندينج يجب سمحنا بنقول ازاي اتكلم على امكانات مصر الحقية الجديدة لان مصر طول عمرها معروف الهرم والمعابد الموجودة في الأسر وأسوار بشغل كده بالنسبة للسائح الأجنبي الغربي ده وزول كفاء العيلة أو السائح الجيد في الانفاق ده ما كانش وصله أبدا ان انت عندك النهاردة مدن تقدر تسوي لها بعد مهرجان العالمين والحقيقة والاهتمام الإعلامي الحقيقي المحترم وبس على مدار اليوم الحقيقة والحفلات والترفيه اللي يتم والعروف دي جذبت نوع تاني الكثير جذبت نوع تاني من السياح صحيح على أي حال تنشر وتقول ان مصر أصبحت وجهة سياحية مهمة على رغم من كل الأحداث اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط تقرير غربي في صحافة ربما لا تمتدح كثيرا الجانب المصري اتكلمنا عنه بالتفصيل وكان بصحبتنا الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات لستمار والسياحة في الحوار الوطني شكرا جزانيك دكتور شكرا سيدك شكرا